ومن المفسدات أيضا المختلف فيها الاستمناء عمدا الاستمناء عمدا فمن تعمد إخراج منيه بأي سبب سواء بمباشرة يده أو بكثرة التفكير أو برؤية المقاطع الجنسية الفاضحة أي سبب نزل به منيه تعمدا فإنه يعتبر مفسدا لصيامه وبرهانه قول النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته وقد سم الشارع نزول المني شهوة في قوله صلى الله عليه وسلم أيأتي أحدنا شهوته أحسنت أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر فقال أرأيت إن وضعها في حلال فإذا المقصود بالشهوة هنا أي شلال المني